الوحدة الثامنة جمع البيانات وتمثيلها الدرس الأول هو جمع البيانات وتنظيمها سوف نتعلم كيف نجمع البيانات وننظمها أما الأهداف التي سيتم تحقيقها في درسنا لهذا اليوم أن يتعرف الطالب إلى مفهوم البيانات جدول الإشارات أثانيا أن يقوم الطالب بوضع البيانات في جدول الإشارات سنقوم بشرح درسنا لهذا اليوم وعرضه من خلال هذا المثال لذلك ركز معي يا بطل في هذا المثال سأل معلم الرياضيات طلبت الصف الثالث عن نوع الفاكهة التي يفضلها كل واحد منهم الموز أم العنب أم الرمان فكانت إجاباتهم كما يلي الأول أجاب الموز أما الثاني أجاب العنب أما الثالث فأجاب الرمان فتابع طرح السؤال على جميع الطلبة حتى أجاب آخر طالب فالصف وأنت يا بطلي ما الفاكهة التي تفضلها من بين هذه الفاكهة وكلنا نعلم أن الفاكهة مهمة جدا لأجسامنا فتزودنا بالفيتمانات الضرورية اللازمة لنمو أجسامنا بشكل صحيح كما تعلمنا في درس اللغة العربية درس الغذاء المتكامل دعونا نرجع إلى إجابات الطلبة إجابات الطلبة هي عبارة عن معطيات ومعنى كلمة معطيات في درسنا لهذا اليوم هي كلمة البيانات ماذا أعني بكلمة البيانات؟ هيا لنتعرف معنى كلمة البيانات هي المعلومات التي نحصل عليها من الأشخاص ولكن هذه المعلومات بحاجة إلى ترتيب وتنظيم حتى يسهل علينا دراستها وتصبح مفهومة لنا لذلك يجب أن ننظم هذه المعلومات لتصبح مفهومة لنا أول خطوة نقوم بها لتنظيم هذه البيانات بأن هذا ما عدد الطلبة الذين يفضلون الموز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر إذن احدى عشر طالبا يفضل الموز نسجل احدى عشر طالبا يفضل الموز أما العنب فهم سبعة طلاب نسجل العنب سبعة طلاب أما الرمان ثمانية طلاب نسجل ذلك قمنا بعد البيانات المعتى لدينا فكان عدد الطلبة الذين يفضلون العنب سبعة طلاب والذين يفضلون الموز احدى عشر طالبا والذين يفضلون الرمان ثمانية طلاب والآن سوف نقوم برسم جدول الإشارات بحيث الجدول يقسم إلى قسمين الجهة الأولى تكون نوع الفاكهة والجهة الثانية هي الإشارات فنوع الفاكهة يندرج تحته الأنواع التي سأل عنها المعلم وسأل المعلم عن فاكهة العنب والموز والرمان أما الإشارات فتكون عبارة عن خطوط مائلة وليست أرقام ولا أشكال وإنما خطوط مائلة لو طرح المعلم سؤالا عليك ما عدد الطلب الذين يفضلون العنب فتكون الإجابة سبعة طلاب والذين يفضلون الموز إحدى عشر طالبا والذين يفضلون الرمان ثمانية طلاب والآن سوف نبدأ بعد الإشارات العنب سبعة طلاب واحد اثنان ثلاثة أربعة بشكل مائل نضع أربعة خطوط بشكل مائل أما الطالب الخامس فهو يسكر الحزمة ونضعه بشكل أفقي نضعه بشكل أفقي فوق الأربع خطوط ستة سبعة إذن كل أربع خطوط مائلة وعليها الخط في منتصفها تكون خمسة ونكمل العد ستة سبعة أما الذين يفضلون الماوس إحدى عشر طالبا سوف نبدأ برسم الإشارات واحد اثنان ثلاثة أربعة نسكرها خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نسكرها إحدى عشر إذن رسمنا حزمتان وفي كل حزمة خمسة خمسة عشرة وخط أفقي منفرد لهو للرقم إحدى عشر والآن سوف نمثل عدد الطلبة الذين يفضلون الرمان حيث كان عددهم ثمانية وثمانية تحت عدد أكبر من خمسة إذن سوف نرسم حزمة ومن ثم نكمل العد إلى ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة نسكرها بخط أفقي في المنتصف خمسة ستة سبعة ثمانية إذن رسمنا مجموعة حزمة ثم أضفنا لها ثلاثة حتى وصلنا للرقم ثمانية فإشارة واحدة أفقية تدل على واحد وثلاث إشارات تدل على ثلاث أما أربعة إشارات وعليها خط أفقي في المنتصف تدل على خمسة وهذه تعني مش موعة حزمة كلمة حزمة تعني أربع خطوط وعليها خط أفقي في المنتصف والآن هيا لنعد عدد الإشارات الموجودة بجانب كل فاكهة موجودة لدينا العنب لدينا حزمة واحدة تدل على خمسة مباشرة مباشرة نقول خمسة ستة سبعة إذن سبع طلاب في المجموعة خمسة وخطان تكون سبعة أما الموز لدينا حزمتان خمسة عشرة وخط منفرد واحد يصبح العدد إحدى عشر خمسة عشرة إحدى عشر أما الرمان فلدينا حزمة واحدة وثلاثة خطوط إذن العدد ثمانية خمسة وثلاثة يكون العدد ثمانية والآن سأطرح مجموعة من الأسئلة ما الفاكهة الأكثر تفضلا لدى الطلاب أحسنتم هي الموز أكثر عدد إشارات السؤال الثاني بكم يقل عدد الطلب الذين يفضلون الرمان على الطلب الذين يفضلون الموز كلمة كم يقل تدل على أن العملية التي يجب أن نقوم بها هي الطرح إذن إحدى عشر ناقص ثمانية يساوي ثلاثة نطرح عدد الذين يفضلون الموز من الذين يفضلون الرمان ويساوي ثلاث السؤال الثاني السؤال الثالث ما عدد طلبة الصف جميعهم نقوم بجمع جميع الإشارات فتكون سبعة زائد إحدى عشر زائد ثمانية نكون قد جمعنا جميع الإشارات لمعرفة عدد طلاب الصف سبعة زائد إحدى عشر زائد ثمانية يساوي ستة وعشرون طالب أما الفاكهة الأقل تفضيلا فهي الرمان والآن لدينا مثالا آخر هيا لنحله سويا ترشحت هند وفاطمة وجوان لرئاسة الصف صوتت الطالبات لكل منهما عن طريق كتابة اسم المرشحة المفضلة لديهم على ورقة ووضعها في الصندوق وبعد انتهاء جميع الطلبة من التصويت قامت المعلمة بفرز الأصوات على السبورة وكتبت اسمه المرشحة في البداية سوف نقوم بعد الأصوات التي حصلت عليها هند واحد اثنان ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة اذا هند حصلت على خمس اصوات نكتب في جدول البشارات خمس اصوات اما فاطمة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فاطمة حصلت على تسع اصوات نقوم بكتابتها في الجدول رقم تسعة اما جوان حصلت على واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حصلت على ثماني اصوات والان سوف نقوم بتحويل هذه الارقام الى اشارات سنحول الارقام الى اشارات والاشارات قلنا انها تكون خطوط مائلة هند خمسة اصوات اذا حزمة واحدة اربع خطوط مائلة وعليها خط افق اذا هند حزمة واحدة خمس اصوات اما فاطمة فهي تسع اصوات عدد اكبر من خمسة اذا حزمة تحتوي على خمسة ونستمر في العد حتى نصل الى تسعة ستة سبعة ثمانية تسعة اما جوان فهي ثمان اصوات حزمة وثلاث خطوط مائلة خمسة وثلاث خطوط مائلة والان من الفائزة يا طلابي في مسابقة رئاسة الصف فاطمة لانها حصلت على تسع اصوات الفائزة بمسابقة رئاسة الصف هي فاطمة والان هيا يا بطل الصغير افتح كتابك على صفحة تسعة وثمانون وقم بحل الاسئلة بمفردك للتأكد من فهمك للدرس هيا يا بطل اسرع اسرع يا بطل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة